لا يصح صوم رمضان من امرأة حائض ولا يصح صوم رمضان من امرأة نفساء الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يصوما ولا يصح الصيام منهما هلأ إذا الحائض والنفساء هي أرادت أن تمتنع عن المفطرات في يوم رمضان خلال يوم رمضان من غير نية الصيام يجوز من نحران يعني إذا في عندك وحدة بالبيت حائض ما أنه واجب عليك تقول لا بدك تأكله يوم رمضان إذا أرادت أن تمسك إذا أرادت أن لا تأكل كل يوم رمضان ولا تشرب لها ذلك ولكن من غير نية صيام واضح مش بإسم أنا صايمة لا إنما هي ممتنعة من الأكل والشرب بضعف حالة مثلا لها ذلك لا نرغمها على أن تتناول شيئا مفطرا في يوم رمضان فإذا الصيام لا يصح من الإمرأة الحائض ولا يصح من الإمرأة النفساء ويجب عليهما قضاء ما فاتهما من الصيام بعد رمضان